السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعسلمه ومرحبه بكم الناس لكل بل كل شيحة ما نقوله اللهم صمي وسلمه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جيتكم اليوم فيديو جديد ونهار جديد وروتيني جديد كما العادة والعوايد قمت الصباح حالية الشباك كما تشوفو كي شوفتو فما هكا تخاخة البرق من اليوم إن شاء الله ما عاش نحل البرشة لأنه ولينا نحله في الشوفاج لأنه الدنيا بردت ما نحكي لكمش بي هوني حابيت نوقف مش نعص على حمزة مش يقره ها هو قم بعيد نتخبي ورا الصجرة وهذا كان قولوتو بيوز بتاعو جاهزو مشي للمكتب اتهاني تعليق رقب ومشي مشيت مش نحضر ليوتي متاع الصباح اللي ما نبدأ بها كان انهاري عملت قهوة أشتار ما عملتش فرشاموس اليوم عملت قهوة عادية يعني حليب مسخن ومعها كافي فيلتر في الكافيتير وعندي كعبة ما وغيزان كي ما تشوفوا ليهي شنيك حاتيتها بسحن وبشنز كعبة ميدالينا ومعها دبوس الميبت بيعة وليمشي هاكا نقعد نشرب قهوتي على راحتي تقريبا ناخلك نصيف ساعة لأين السباح نشرب قهوتي قبل ما نبدأ الميناج متاعي بحابة نقول لكم إن شاء الله نكون خفيفي الضلة عليكم إن شاء الله عجبتكم القناة وإن شاء الله عجبوكم من الفيديو اللي قاعدة نعمل فيهم أني قاعدة نحاول النوع ونجدد بش ما نشدوش كل يوم في الروتين بش ما نقلقوش وما نملوش يعني هاوكا فما ديما تجدد كان فما خرجها هيك نصورها كان فما حاجة شريطة نصورها معاكم وهذاكا هو يعني هوني كما تشوفوا لابسة حويجي لأني خليتي بيت كنزة الخرانية بش عملتها لأني أول حاجة مديتشها كبنظام في الفيديو قمت خسلت المعون وخملت بيتي وخملت بيت لوليت وبعد خرجت بش وصلت بقضية وجيت وجيت دياغيت ماء بش خملت بيت كنزة خليتها في الأخر لأني بدلت لها لحافات وبدلت لها يعني كل شي كما تشوفوا هوني قاعدة الحقيقة نشري في حاجات بش نجد بيت كنزة حابة كل مرة هكي قلت لكم في الفيديو السابق نعمل ديكوراسيون ونبدل كل مرة بلاسة بيهوني وأخيرا كما تشوفوا خليت لأسبيغاتور برشا يعني أخاويت قالوا لي عليش تكون مش شيتة دي ما أسبيغاتور أسهل لحقيقة كنت دراسي دياني فرصة بش ناخو حاجة بيهي هاو كهوني جيت الحق فيتها ما يشغال يا جملة في المتناول يعني وهالك كما تشوفوا أول حاجة كملت تفرش للفرش وبدلت لحافات وركحتو عاديت أسبيغاتور للبيت كاملة وبعد جيت فرشت الزربية وعاديت لها لأسبيغاتور كيف كيف هوني شريت لها فيوز كنزة حابت نحط لها نقصة لبيل شريت لها فيوز الفلامان غوز هذيكا شاعلتها حابت نجربها والحق حلوة يسرعت تمنظر وبهرج بهي البيت عجبتني حتى لي نقعدها هني قلت لكم نبدلها في الدكوراسيون بتاع البيت توك نكملها إن شاء الله نوري هي لكم بها طول نرجع هوني بالعاكس قبل ما نخرش كملت بعد لكملت القهوة وتبيعة وركحتتني كيف قلت من الأول جيت نقصة في المعون اهوك غسلتوا كما تشوفوا اذوكم قاعدوا لي كسنتين تعليم كما شفتوا قدامكم كل ما نقصة المعون أول حاجة خديتك استقطار تعال معون حكيتوا وغسلتوا لي أني تقريبا مرة في الجمعة النحية ونحكوا من داخلوا بكلوا وننطفوا مش بيقعدش فيها كتراس وإنك يبدأ هكا بلاستيك راني نبدلوا نقعد نقعد يعني تقريبا مرة في الشهر مرة في شهرين ونبدلوا تعرفوا يعني مهما يكون بالمية تهلك يعني خصلت معوني لمية الدنيا كل ديكا عندي تمعون يعني في حاجة بيت تفرقته وجبت نحك فيه بيت كما شفتوا هوني التنجرة تشوف في قحة هكا بدي يستكحل شوية من الغاز انتاعي خديتك لبخدوية هذيكا ما نحكي لكمش انتوما في تونس نتصور تعملوا الفيم ومعها عصر قارس ينظفوا وما نحكي لكمش ينحيي أكلك حولها متاع الغاز لكلها شوفوا بالحقيقة الحرش وعملتها كضربتين بك لبخدوية اغزروا التنجرة ما شاء الله كفيش تلمع خديتك نظفت التنجرة الزوز اللي عندي وحكيتهم وكيف كيف نفس الحاجة خليتهم يلمعونا معانا كوريت هيركم كحلة هوني واكوريتكم لبخدوية حكيتها كيما تشوفوا مرتينة كيكا حتى لين تنحات لك حولها لكلها ضربة ضربة هاكا هوني عاودت واريت هيركم كيف ناس الحكاية وبعد جيت خليت دبوس الماء وغسلتها ونظفتها اللي كان حط فيها ديمة على الطاولة نعبها بالماء ونحطها على الطاولة اللي حبي يشرب يلقها لديه يعني بالرغم هو اننا مزلنا نحطه في الماء بارد في الفرجدير سيف ولاشتي الله غالب قعدت فينا الصنعة باي هوني حكيت لفابو كما شفته بعد لكاملت المعون الكل وجيت ركحتو ومشيت باش نعمل بيت النوم متاعي به ركحت الفرش كما تشوفو هوني رجعت فرش للقويت وريقلتها تو تشوفو اللي فيوز متاعي الزوز مفهم ماش اطلا واريكم الاخرانية كسر هالي حيدر لولانية ما عملتش جمعة ملي شريتها موش بالعانيش بدل الخيطة يح كسرها والثانية كمل هالي قبل بنهار كسرها هاني هوني جيت باش نوالي هالكم دفع الله وكما يقولو ما كانا اعظم طوا نعاود ناخو واحنا وطوا جيت باش نطيب الفطور معاكم اليوم باش نخرجوا على المألوف باش نطيب روز برياني باكستاني ننصحكم اتجربوه يهبل يهبل اول حاجة خليت راسب صل قصيته وقليته كس روز بسماتي عليه زوس كيسين ميه بالنسب اللفحات خليت النجمة خليت حبل هيل خليت اعويت قرفة خليت كعب تابل كعب حبة حلاوة وثلاثة كعبة تعود ورقة رند وسكن جبير اخضر مبروش ولي عندو نواند موسكات يحط منها شوية انا لحقيقة ما كانتش عندي باي خليت البصل لو كيما تشوفو قليت ولي حمار 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 خليت الدجاج متاعي نحيت له جلدة وعملت عليها عصره قارس وجبته بشي تقلى فك التنجرة معاك التفويح هذيكا هوني مزلت راني محاتيتش لفحات خليت البصل اللي نح تقلى وحمار ولا كغامالي زي باي طوا هوني جاية بش نصب لفحات بعد لكملت قليت اكت جيش فك الزيتس هاو كلفحات متاعي نصب هالكلها كيما تشوفو روما نحكي لكمش عن روز البرياني هذا فيه بنا بنا عالمية نتصوركم كينا نذوقوه يعجبكم وبيلك فهما برشة الناس ذقتو وتعرفو نتصور طريقتو يعني سهلة عالاخر وخارجة عن المألوف ووني حاتيت كيما شفتو شوية ملح وحركت التنجرة متاعي بش نجيب بعد نقص قعبة ماطب وبش نحط مغرفة صغيرة متاع فلفل زينة حار هاوكا فلفل زينة حاتيتو قاعد نحرك وطوى بش نحط كعبة الطماطم اللي يقول تركم عليها وبش نخلي نغطيه ونخليه تقلى فكل ما هذاكا لين يبدأ ينشح الماء نزيد عليه تقريبا زوس كيسان ماء ونخليه يغلي هوني الروز اكو بديتيب بالنسبة للروز راني الكمة يناخو كس روز عليه زوس كيسان ماء ونخليه لينشح حالاخر لديكم راهي الطريقة ناشح كيما قلت وما تستحقوش تقعدوا كل مرة تشوفو في الروز طاب ولا بالطريقة هذيكا يجي ناجح وطيب 100% مغرفتين ياغورط طبيعي هاوكا كيما تشوفو قاعد نحرك فيه حتى لين طابت السوس متاعي بوقفت على زيتها المثال ها جرينين جوايدين متاع فلفل اخضر وطاو اخذيت الروز متاعي هاوكا بعد لطاب بش نقسمو على زوس خليت كمية هايكا كيما تشوفو وبعد لطابتك السوس عذيكا جيت صبيته في وسطها فهي نفس طريقة تقريبا المقلوبة اما المقلوبة يبدأ يعني الخضرة والحم بالنوطة هذي لا يبدأ في الوسط كيما تشوفو جيت زي انت بعد ملفوق لصبيت السوس بجرارات قارس كيما تشوفو هوني وبش نجي نغمو ملفوق مرة اخرى بالروز ونخليه تقريبا ندرج من زمان ولا اقل ونغطيه الدوب ما يسخن ويرجع لي اكد لبيخها ذاكا والفوق لقيقة انا حتيتلو شوية كركم وما حطولو كولوران اصفر يعني يحطولو اما انا الحقيقة ما حبيتش لانو موسحي حتيتلو كركم الحق كنت ديما نشريه اما منطوا ما عادش نشريه نولي نجدو في الدار خاطر بنا ما نحكي لكمش وطواجهت بيش نوريكم الطريقة الزمنية متاع خبص الدراع متاع مماتي كيما قلتها في الفيديو قبل ومماتك هذي هاي اللي زينجروديون لكلها مكتوبة بالفرنسي خليتها من الانستغرام بتاعي اللي حبي نجم يلقاه في الانستغرام وان شاء الله تنحط هيلكم اللوطة في صندوق الوصف بالعربي ترقابها كاملة بي بالنسبة للطريقة ناخذو اشتر كيس سكر كيس فارينا كيما تشوفو واحد خميرة كيميائية واحد سكر فاني وبالنسبة للدراع بيش ناخذو كيسين هوني صورت كيس لاني بشيف رغو نعود نعبيه مرة اخرى كعب عظم كيس حليب يكون بارد ماهوش سخون واكثر شوية مشتر كيس زيت زيتونة هذي هي الطريقة الزمنية كيما قلتها بايه اول حاجة بش ناخو البولم بتاعي اللي بش نختم فيها بش نحط فيها العظمة ونحط معها السكر فاني ونحط معها السكر العادي ينهز نركضهم ونخدمهم ونجيبهم بل منزيد باقي المكونات ونبدأ فيهم هوني حتيتهم كيما تشوفوا السكر واني هوني خدمتهم وجبتهم كيما تشوفوا بايش نحط زيت زيتونة نحط معها الكاس اللي والدراع وبايش نزيد الكاس الثاني عاق الكاس الثاني زيتو بايش نحط الخميرة حاولت ندزها بتظهر لكم في الكاميرا هاكا الخميرة حتيت بايش نحط طوى كيس الحليب وبايش نحط معهم الفارينة ونهز نخدمهم ونجيب نصبهم في البيغيكس متاعي وبايش ناخد البيغيكس متاعي هاي كيما تشوفوا قدامكم ندينها بشوية زيت وبايش نجيب نصب فيها الخليط متاعي اهاي كالتكستيوم متاعي كيفيش تكون عاقدة وخاطرة شوية ماهيش كيما متعلقة تول أخرى اللي نعملوها بحارة عظم جي خفيفة هاي الروسات اللي قديمة كيف قلتها ونعودها الاصلية او كهوني كيف تشوفوا قاعدة نصب فيها في البيغيكس حتى لي نكملتها لكلها وبايهي بالنسبة بعد للزينة اطوا تشوفوا شنية الزينة اللي تعملو فيها تكون اختيارية فما حاجات بازيك يعني لازمها تكون فيها والبيقي اختياري به او كهوني كملت صبيتها لكل وركحتها حليت في نفس الوقت الفور متاعي يسخر على مية ثمانين درجة الروسات اللي قدتو متاع الدروعة دي تاخو برشة وقت في الطتيب يعني اكثر من العادة تاخو بين 45 و 40 دقيقة حتى الساعة تقريبا انتي نوع الفور اذا كان الفور متاعك تحلو من الول من الفوق ومن لوطة اذا كان الفور كيشعر من الفوق ولا من لوطة تحل من الول من لوطة وبعد تحل عليه من الفوق وتقعد ديما تفقدها باش متحرق لكش بايهوني بالنسبة للزينة الحاجة الاساسية انك تعملها بجلجلين وتمر هذي هي خبص الدروع وبالنسبة للي حبي زيد انا زيت فيها شوية فاكية باش تعطي البنة رايما نحكي لكمش على البنة مع فطور الصباح مع كوي سحليب مع عشوية مع قيوة العشية نعملوها ونتفقروها ديما خاصة فشتي هذي هي خبص الدروع مشوفك التمرات ولا الدقلة كيما كل واحد يقول مزينينها عاتين فيها شطر ماشاء الله بايهي بعد ندخلها الفور التيب باش نجي نحضر الشحور متاحها بايهي بالنسبة للشحور زوز كيسين سكر عليهم اربعة كيسين ماء مش تززيني الكمية هذي ونطيبهم ليني وليوها كام هرون شوية وبعد من خرجها من الفور توت شوفوني كيفي مش نسقيها بايهي ايهوني طابت منحكي لكم مش ما شاء الله الريحة فيوحة جيتك الشحور متاعي ذاكا وسقيتوا بايهي بعد لسقيتها بالشحور والفور طافي ندخلها تقريبا دريج مزمين بايهي تشربوك الشحورة ذاكا وراهي ما تتقصش سخونة تتقص بيغدة الهوني جوز تقصيتها سخونة بايهي واريتها معاكم خطرة عملتها مخر شوية حبيت نوريها معاكم ونهبط هلكم في فيديو على هذيك قصيتها سخونة ما بقالي كيفي شا قولكم مشا الله عجبكم الفيديو مشا الله عجبكم الروتيني اليوم مشا الله عجبتكم الوصفة الزمنية ما بقالي كيفي شا قولكم إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله شكرا